شهد الحفظ الختمي لمصابقة تصميم الإسكان الأخضر الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ويحصل صاحب المركز الأول على جائزة النقدية بقيمة 200 ألف جنيه ويحصل صاحب المركز الثاني على جائزة النقدية بقيمة 100 ألف جنيه نشر فكرة العمارة الخضراء المستدامة في مصر والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه نشر مفهوم البناء الأخضر ركائز تعتمد عليها مصر من أجل نجاح عملية التنمية وفي حفل ختمي تم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لمصابقة تصميم الإسكان الأخضر على أن يتم استخدام التصميم الفائز في بناء باقي وحدات مبادرة العمارة الخضراء في مرحلتيها الأولى والثانية المصابقة دي إحنا أطلقناها من سبتمبر الماضي السندوق بالفعل ينفذ برنامج المليون وحدة سكنية ضمن هذا البرنامج إحنا عاملين مكون إسكان أخضر منخفض التكاليف يعني يبقى مقارب في تكلفته للإسكان العادي اللي إحنا بننفذه منذ بداية البرنامج طبعا فيه أهمية كبرى للتحول للأخضر نظرا لأنه ده طبعا هيعمل وفر في الطاقة للمواطن وفرات كثيرة للدولة فيه توجه دلوقتي من قهيدة سياسية أن نحن بنحاول نستفيد من كل مواجدنا سواء إذا كان طاقة سواء إذا كان مية إذا كان أي ريسايكلينج بتاعة الويست بتاعنا كل اللي نستفيد نحاول نستفيد بحيث أن نعظم إمكانياتنا الدولة كلها بتتجي إلى هذا الاتجاه خلال الاحتفالية تم عرض القواعد التي اعتمدت عليها لجنة التحكيم في قرارها والتي تتمثل فيه كفاءة التصميم في توفير استهلاك الطاقة والمياه ومواد البناء والجدوى الاقتصادية للتصميم إلى جانب مرونة التصميم وتلبية الاحتياجات المختلفة للمستخدمين احنا أول ما عرفنا أن فيه مسابقة اسكان أخضر طبعا رحنا سحبنا كراسة الشروط من مركز البخوص وبدأنا ندرس كويس قوي الكراسة جواها إيه ومحتويات الكراسة والشروط اللي هم حطيناها في الكراسة لأن المسابقة دي كان من أهم الشروط والتحديات اللي قابلتنا أن بنستخدم فيها معايير بيئية عشان خاطر نطلع بكفاءة في التصميم أي مشروع احنا بنشتغل فيه دايما بيبقى مطابط بكذا حاجة بثقافة المجتمع اللي احنا عايشين فيه والطبيعة الكلاينت أو المستخدم سروند بيها وكمان العنصر الجمالي المبنى إزاي اللي حنقدر نحقق التلات عناصر دول في أي مشروع احنا بندخل مصابقة الاسكان الأخضر تم إطلاقها بهدف الحصول على أفكار ومعايير تصميمية مختلفة عن مشروعات الاسكان التقليدية مما يعزز من قدرتها على تقليل التغيرات المناخية والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارية وتحسين استدامة المباني جرمين إبراهيم التلفزيون المصري